طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنروح على الفاست شوت اللي بعد كده اللي هي number 6 اللي هي some skin manifestations of diabetes مش كله برضه لكن معظم skin manifestations of diabetes في الفيديو اللي فات اتكلمنا على skin manifestations of systemic diseases علاقة بين dermatologist وال internist هنا وجينا في الاخر وقلنا ان في skin manifestations of diabetes محتاجة فيديو الواحد ايه الفيديو الواحد وبقى ده كالقاتي let's review some of the skin manifestations of diabetes نمرة واحد manifestation number one الصورة دي طبعا common جدا في عينين diabetes type 2 اللي عندهم insulin resistance اللي هي اسمها ايه دي ايه الصورة دي بقعة غمقه كده بالمنظر ده في النك في الانوجانيط الريجن في الأجزيلة بالمنظر ده زي ما انت شايف كده اهي كده بالمنظر ده وادي الصور بتاعتها مختلفة ايه دي؟ ده الوصف بتاعها وده غمقه شوية والاماكن بتاعتها اكتر على الناك والأجزيلة ودي مشهورة جدا ودي مرتبطة جدا بالإنسلين resistance في type 2 diabetes طيب number 2 manifestation number 2 في عينين الدياباتيك الدياباتيك الدياباتيس عنده ايه؟ عنده الصورة دي مشهورة جدا اللي هي ايه الصورة دي ايه كده بالمنظر ده وده الوصف بتاعها طب دي مرتبطة في الديسكريبشن بتاعها بتنطبق على ايه بالزبط Diabetic Dermopathy ودي common في عينين الدياباتيس طب نهمره تلاته manifestation number 3 عنده الصورة دي يعني مربدة يا عليها أوي الحقيقة وفي هي بقع السفرة البقع السفرة دي ممكن بتقربك للتشخيص جدا بتاع ال skin lesion وأدي كده بالمنظر ده غيب والدياجنوزيز از دي الوصف ايه الوصف بتاعها دي صورة هيك ده ودي الوصف بتاعها بالمنظم ده وفيها فتنج انتو ديسكريبشن اف نيكروبيوزيز لبويديكا لان بيبقى فيها وممكن تلاقي موجودة في عينين اللي عندهم دايبيتس وريتش ديسليبيديميا وهايبر تراجليسيريديميا مانيفيستيشن نمبر فور البقعة دي اللي هي واضحة جدا الموجودة على السكين دي كده طيب ودول في رأيك انتة بتوع السكين عارفينها يعني كويس جدا معلوماتي في السكين تخص الحاجات بالمنظر دي دول كلهم ايه ادي الوصف بتاعها كويس او لازم تبعى عارفوا كويس لكن دول هيكون ودي برضو موجودة في عينين الدياباتيكس وبيعندهم ديسليبيديميا كمان مانيفيستيشن نمبر فايف عنده المنظر ده الجلد ناشف جدا زيروزس يعني مانيفيستيشن نمبر سيكس ايه ده كده بالمنظر ده وبيبقى عنده كده ثيك سكين هارد على الباك والنك والشولدرز وده سكليريديما دياباتيكورا اه طيب مانيفيستيشن نمبر سيبن عنده المنظر ده يا اه اه ده مشهور جدا جدا اللي بتوع الدرماتولوجي كده بالمنظر ده محبب كده ولو لقينا الوصف بتاعه كيراتوزس بيلاريس وده برضو ممكن تلاقيه في عينين الدياباتيكس وده بيبقى يعني اكتر واضح جدا جدا في عينين الدياباتيكس وده الريفرنس بتاعنا تاني ادي الريفرنس بتاعنا بالمنظر ده طيب نيجي بقى للمانيفيستيشن نمبر ايت اه كده اليد فيه ايد اهي لونها اصفر ايه اليد اللونها اصفر دي يعني فيها اكساسف كاروتين ما يسمى بكاروتينيميا وده مرتبطة في عينين الدياباتيكس ب ال دايت كنترول لو ما فيه اكساسف دايت كنترول تطلب من عيني يعني يهتم بالفشتابلس هو بيزود من عنده ويأكل فيجتابلس كتير ممكن تؤدي لكاروتينيميا وساعات بيقى فيه نقص اه في عينين الدياباتيكس عندهم مشكلة في عينين الدياباتيكس كمان زي بتقول انه مش حاق مش قادر يحول الكاروتين لفيتامين اي فبيزيد الكاروتين عنده يؤدي لكاروتينيميا بتقول الجلد بالمنظر ده ايه المنظر لقصادك ده كده اهو كرانيك إريدي مع الفيس والنك وترانجيكتيزيا ممكن تبقى موجودة كمان لوبيوزيس في الشاي دايابيوتيك دايابيتيكورم مانيفيستيشن نومبر تن بتكون بالمنظر ده قادية كده برضو موربيديتي عالية جدا في مانيفيستيشن نومبر تن دي الحقيقة يعني قوي يعني الحقيقة ايه هي دي بقى اللي قدامك الصورة اللي قدامك دي وايه الوصف بتاعها بالمنظر ده قادية الوصف بتاعها بابيوز او نوديولز وهيبر كيراتاتيك دوم شيب طيب وكيراتيك كراست ممكن وممكن يحصل فيها الصور اللي قدامك دي ويقادي لبليكس ممكن تصل لبليكس ببعض الاحيان اكوارد بيرفوريتينج درماتوز عارفينه بتقول سكين اكتر مننا طبعا معلوماتنا احنا عنه ضعيفة جدا لكن ده ممكن تلاقيه في عينين الديابيتيكس كمان مانيفستيشن نمبر 11 بيكون عنده النيلز بتاعته بالمنظر ده نيل فولد اريذيما حمار كده في النيل فولد بتاعه ديليت بلود فسلز موجودة وممكن تلاقيه تندرنس في الفينجر تيب وثيك كيوتيكلز بريانجول تيلانجيكتازيز مانيفستيشن نمبر 12 عندنا المنظر ده في عينين الديابيتيكس اهو لون احمر انيولر رنجز فتنجيكتازي برضو كامان في الديابيتيكس مانيفستيشن نمبر 13 بيبقى البيشن عنده سكين انفكشن ارجانيزمز بقى خلي بالك بقى ليه عين الديابيتيس معرض يلو انفكشنز الاجابة في المنظر ده الديابيتيس بيعمل نقص في الهيومير الاميونيتي ونقص في السيل مدياتي الاميونيتي بيبقى فيه نقص في الانتي اوكسيدن سيستم وعنده اكسيديتف سترس فبعارض يجيله انفكشن ونقص في وظيفة النيوتروفلز البيليمورف نيوكليار ليكوسايتس نقص كيمو تاكسس ونقص فاكوسايتوزز وعنده نيوروباثي فبيجيله ديابيتيك فوت وعنده انجيوبيثي فبالتالي بور فسكولاريتي وعنده جي اي تي دي سموتيليتي فعنده بكتيريال اوفردروث وعنده جلايكوزوريا يعني يورين نازل فيه سكر فبالتالي جلوكوز is a good medium for infection وعنده هايبرغليسيمة ليه الهايبرغليسيمة بتفيفر الانفكشن لانه الهايبرغليسيمة is a good medium for the growth of organisms زي الفانجاي والبكتيريا كمان يعني ايه يعني اميونو جلوبيلينز دول زي ما فيه جلايكيتد هيموغلوبين والهيموغلوبين ده بياخد بلطه من السكر حواليه كده فبالتالي بيبقى فيه جلايكيتد هيموغلوبين بيبقى فيه كمان جلايكيتد اميونوغلوبين اميونوغلوبينز وهي بتلف في السيركليشن بتتغطى بطبقة سكر بتمنع الفونكشن بتاعها وبالتالي بتقلل وظيفة الانتيبودز الموجودة مين الانفكشنز بكتيريا وفانجاي بكتيريا اشهرها ستاف بتعمل لي حاجات مشهورة جدا اول حاجة ادي صورة هي ليها بالمنظر ده ابسس وبويلز وعندنا كمان نمرة اتنين وادي صورة للسيروليتس نمرة تلاتة عندنا كمان بالمنظر ده ونمرة اربعة عندنا كمان ممكن امبتايجو بالمنظر ده طيب دي ستاف اما الايه الفانجاي اشهر حاجة الكانديدا وادي الانفكشنز اللي بتبقى نتيجة الكانديدا حاجات كتير لازم تعرفها كويس جدا الكانديدا ممكن تسبب ايه سكين انفكشنز عند البيشن حاجات كتيرة جدا مشهورة جدا عند بتوع الدرماتورجيست طبعا برضو عند الانترنيست طيب يطلع سؤال مانيفستيشن نمبر فور دياباتيك فوت لا الدياباتيك فوت محتاجة فيديو لوحدها تماما شكرا جزيلا